اشتركوا في القناة في منزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 6 و11 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد طبعا القمر بما أنه موجود في برج الدلو معناته بالفترة هاي منشعر أنه بحاجة مسئلة تغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا وبيتصرف الناس من حولنا عادة في هاي الفترة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو أشراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا ما زال تأثير زاويتين هم التأثير مباشر الزاوية الأولى زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وهي تأثيراتها لغاية يوم 5-11 وهي تعطينا نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية السلبية منفصل ما بين زحل وما بين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم 16-11 هاي زاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث الها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل مع القمر فعنا أربع زوايا والأربع زوايا سلبية ويعني تقريباً منقدر نحكي أنه فيه نوع من أنواع الصعوبة في هاي الزوايا وخصوصاً أنه هاي الزوايا كلها زوايا تربيع بالنسبة للزاوية الأولى هي زاوية تربيع ما بين القمر وما بين الشمس وهاي رح تكون ذروتها ساعة 6 و37 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات المساء هاي الزوايا بتخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلباً على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و4 دقائق ظهراً بتوقيت جرينيتش أكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بالفترة هاي بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وهاي الزاوية تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 8 و53 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا بالنسبة لهاي زاوية تأثيراتها من ساعات الظهر ولغاية فجر يوم الأربعاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبي ما بين القمر وما بين زحل وهاي طبعا رح تكون ذروتها ساعة 11 و21 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات المساء ولغاية صباح يوم الأربعاء فمن واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عند نبطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية وأيضا هذا يوم يعني منقدر نحكي مش ممتاز ولكن مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحناء ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الدلوخ المسار القادم بيبدأ يوم الأربعة وهو يوم الغد في 2-11 في تمام الساعة 11 و7 دقائق ظهرا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و45 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 7 أيام في تمام الساعة 11 و47 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش بيصير عمره 8 أيام نسبة الإضاءة بتصير 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 هي الآن سعيدة بنسبة 45% في ساعات مساء يوم الثلاثاء بتصير سعيدة بنسبة 70% القمر في الدلو حتى يوم 21-11 هو الآن منتحس بنسبة 25% ولكن بعد منتصف ليل الثلاثاء على الاثنين على الثلاثاء بصير منتحس بنسبة 40% في ساعات صباح يوم الثلاثاء بصير منتحس بنسبة 100% لغاية ساعات الظهيرة بتنزل لنسبة 75% النحوسة وبعدين في ساعات المساء بتنزل كمان لغاية 50% منتحس عطارد في العقرب حتى يوم 17-11 سعيد بنسبة 60% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 منتحس بنسبة 40% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتقدر اليوم تطلب المساعدة من أي شخص من الأشخاص اللي بتعرفهم وما أكيد أنه ما رح يخذلك أهمش أنك ما تتردد بتقديم المساعدة للأشخاص برضو اللي بتعرفهم في نوع من أنواع التحالف رح يكون ما بينك وبين أصدقائك أو زملائك أو جيرانك أهمش أنك ما تبقى وحيد اليوم جيد لتلبية الدعوات في منكم رح يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاء اجتماعي أهمش أنه اليوم كل مكاسبك رح يتكون من خلال علاقاتك الاجتماعية فعشان هيك لازم تخرج وتلاقي الناس برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يعتبر هذا بيت السمعة فهذا يوم مناسب لتعزيز العلاقات ما بينك وبين المسؤولين ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسؤولية بما أنه يعتبر هذا بيت السمعة فاليوم لا تصلح فيها لا المجازفة ولا المغامرة ولا مخالفة القوانين برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب والامتحانات الجامعية في منك رح يشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن اليوم تلتقي بوجوه وأرى وثقافات مختلفة الأجواء اللطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء مميز رح يكون فعشان هيك بدك تعزز علاقاتك الاجتماعية والعائلية وتعتبر هاي فترة مثمرة على جميع الأصائد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق وممكن اليوم تناقش موضوع إلو علاقة يا بضريبة يا بتأمين يا بإرث يا موضوع مالي يا فوتير يعني التركيز كله رح يكون على الأموال المشتركة حتى لو كانت أمور إلها علاقة بقرب بنكي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم إشي أنه حاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات لأنه القمر موجود مقابلك تماما فهو يعطيك تعزيز على قدرتك على الترابط ما بينك وبين شركائك سواء في العمل أو في العاطفة ولكن من جهة أخرى بيسحب من طاقتك فعشان هيك اليوم ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا بسبب وجود القمر في البيت السادس اللي العلاقة بالعمل والصحة فعشان هيك بتكن تنجزوا ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم ما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي واخذ قسط من الراحة من وقت لآخر وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هذه فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد شراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة لأنه الجو جيد يعني ممتاز على المستوى العاطفي كان لمغازلة مصالحات إكرار محاولات فالأجواء جيدة جدا والحظوظة بتدعمك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر في البيت الرابع يعني تركيز كله على البيت وعلى العائلة فعشان هيك بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من بعض أفراد العائلة وممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية الفترة هاي برضو بتحمل بعض المصاريف الإضافية أو بعض الأعطال المنزلية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار طبعا اليوم بتتمتعوا بسرعة بديهة وسرعة خاطر وقدرة على الإقناع فعشان هيك باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن اليوم تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك وتبرر مواقفك وبتنشطوا اليوم في التنقلات والاتصالات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا التركيز كله رح يكون على الوضع المالي خلال هذا اليوم فهذا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي على الأغلب بيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم ولكن ممكن اليوم شوي يكون عندك قابلية لصرف الفلوس بدون حساب فعشان هيك بدك تحذر من أي خطوة مالية جديدة ولسيما شراء حاجية ثمينة أو المجازفات المالية ممكن تعالج استحقاق مالي أهمش إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من الأيام اللي مضت بتعدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي هذا اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن اليوم تحقق نجاح باهر في مجال ما برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر لليوم الثاني موجود في بيت متاعبكم ورح يضل في بيت المتاعب لغاية مساء يوم الغد فعشان هيك اليوم بسيطر عليكم التعب حاولوا تنظيم أمركم والمحافظة على صبركم المعهود خصوصا أثناء إنجاز أعمالكم والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس فعشان هيك بدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد وحاول إنك ما تسمح للقلق إنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط أهمش إنك تنظم أمورك والضاعف مجهوداتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء